الخارجية الأردنية تستدعي سفيرها في إسرائيل للتشاور احتجاجاً على الاستمرار في اعتقال مواطنين أردنيين بطريقة وصفها الأردن بغير القانونية ولا الإنسانية ووفقاً للتسريبات فإن هذا الاعتقال والرد الأردني الذي تلاه يأتي في إطار فشل تمديد اتفاق تأجير أراضي البقورة والغمر لإسرائيل لا يمكن القبول بالسلوك الإسرائيلي بهذه الطريقة اعتقال مواطنين أردنيين اعتقال إداري وتمديد الاعتقال لأحدهم أربعة أشهر محاولة استخدام هؤلاء كرهائن مقابل مفاوضات حول البقورة والغمر هذا مرفوض سياسياً ومرفوض دولماسياً وغير مقبول قانونياً أنا تقديري أن هذا هو ابتزاز سياسي العلاقات بين عمان وتل أبيب تراجعت كثيراً في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وشهدت أزمات عديدة بسبب اعتداءات إسرائيل في الأقصى والتعسف في ملف أردنيين معتقلين وزاد طينها بلة إعلان نتنياهو ضم أراضي في غور الأردن والشمال البحر الميت ما يقضي من وجهة ناظر عمان على حل الدولتين الذي تنادي به غور الأردن يعتبر بالنسبة للأردن والدولوماسية الأردنية هو حجر أساس فيما يتعلق بحل الدولتين أنت تتحدث عن ضم مليونين دنم من أراضي الضفة الغربية أراضي زراعية أراضي غنية بالثروات وهي إذا كنا نتحدث عن دولة فلسطينية قابلة للحياة فهذا هو شريان الحياة بالنسبة للدولة الفلسطينية شعبياً بقيت العلاقات مع إسرائيل مرفوضة ودبلوماسياً بقيت تتأرجح بين تأزيم إسرائيلي وتحفظ أردني حتى بات السلام يوصف كثيراً بالبارد تصادف هذه الأيام ذكرى مرور ربع قرن على توقيع اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية ذكرى لا يحتف الجانبان بها كبقية العلاقات بين الدول بل يتبادلان خلالها قرارات التصعيد الدبلوماسي نايف مشاقبة، سكانيوز عربية، عمان